انت دلوقتي لعبت مبارح مع المريخ انت بقلك اسبوعين بتلعب او ثلاثة اسبوعية بتلعب ايه سبت ثلاث سبت ثلاث جمعة ثلاث كده يعني ما بين كل مطشو الثاني ومن ثلاثة فابسط دليل انت لعبت مبارح مع المريخ وهتلعب بعد بكرة بعد بكرة على طول مع مين مع بيرامجز اللي هو المنافس المباشر حاليا لك في بطولة الدور فمباراة زي دي محتاج ايه محتاج استعداد كويس محتاج انك تحاول تشتغل في تدريباتك كمدير فني مع اللعيبة هل هم عندهم الرفاهية بتاعت الوقت ان هو يشتغل ويعمل كامل لا الجهاز فني عنده كامل لا احنا خلاصنا مطش مبارح النهار ده فريق اجازة ولازم الراجل يعمل لازم يدي اجازة اللعبة دي مش مكان مش اجهزة مش روبوتس هينزلوا بملعب يلعبوا بنفس الكفاءة في ظل هذا الضغط الكبير والصعب جدا من المباراة فبالتالي انت عندك مران وحيد فقط بتستعد من خلاله لمواجهة بيرامجز المنافس الوحيد ليك حاليا او المنافس المباشر ليك حاليا في بطولة الدور مباراة مهمة فشايفين الظروف ماشية ازاي طيب حديك الاسخم من كده انت هتلعب مع بيرامجز يوم الثلاث الساعة تمانية لك انت تخيل ان الفريق هيخلص المطش في استاد الاهلي والسلام ويبقى مع شنطه وحكته عشان الحاكم يسفر من هنا الفريق يطلع على المطار من هنا عشان يسافر على جنوب افريقيا يلعب مع مين مع صان دونز المنافس المباشر ليك والاقوى في مجموعتك على التأهل هناك في جنوب افريقيا في رحلة هتكون مدتها دي 8-9 ساعات والمناسبة هتقول لي ما هو الاهلي بيسافر بالطيارة خاصة والله موضوع الطيارة خاصة ده مش مش يعني هو بيسهل حتة الترانزيت والكلام من ده يعني ما بيبقاش فيه ترانزيت وما بيبقاش فيه اي حاجة بس هو مجهد برضه صفر 8-9 ساعات كتير حتى لو 3 ساعات 4 ساعات كتير اجهاد للعيبة لعيبة لسه مخلصة ماتش هتطلع تسافر على جنوب افريقيا في رحلة طويلة زي دي ما ده اجهاد برضه هو ده ضغط المباريات هو ده ضغط الظروف الموجود على النادي الاهلي بالتالي احنا دورنا ايه كعاشقين للنادي الاهلي كمحبين للنادي الاهلي كجماهير للنادي الاهلي هو دور مساندة ودعم اه بقدر جدا ان انت ممكن ما تكونش قابل الاداء وان انت الاهلي كان ممكن برح يتعدل او لو قدر الله يخسر زي ما حصل في ماتش سانداونز لكن الاهم هو اللي اتحقق الاهم انك كسبت وانبارك لبعض في ظروف صعبة زي دي في بعض الغيابات اللي موجودة في صفوفك فكل ده هو الاهم فبالتالي احنا يا جماعة وانا عمري محملي يعني رأي على حد كامل احترام التقدير لكل اراء الاهلوية وكل اراء المتابعين لكن